أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تعرفنا في الدرس السابق على كيفية قراءة وكتابة الأعداد ضمن ثلاث منازل والآن سوف نتعرف وقبل أن نتعرف على كيفية قراءة وكتابة الأعداد من أربع منازل دعونا نتعرف على العدد ألف والآن سوف نبدأ العدد عشرات عزيزي الطالب أرجو الانتباه إلى اتجاه الصفر الصفر في العدد يقع على يمين العدد نقول في كل مرة سوف نقوم بزيادة العدد عشر عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون مئة والآن سوف نقوم العدد مئات أرجو الانتباه إلى اتجاه الأصفر الأصفر تقع على يمين العدد في كل مرة سوف نقوم بزيادة العدد مئة مئة مئتان ثلاثمئة أربعمئة خمسمئة ستمئة سبعمئة ثمانيمئة تسعمئة والعدد ألف والآن أحباء الطلاب هيا نمثل العدد ألف على لوحة المنازل انظروا عزيزي الطالب هذه هي لوحة المنازل لوحة المنازل تتكون من منزلة الأحد عشرات مئات آلاف والآن سوف نقوم بتمثيل العدد ألف على لوحة المنازل من كم منزلة يتكون العدد ألف انظر عزيزي الطالب من كم منزلة يتكون العدد ألف نضع صفر في منزلة الأحد صفر في منزلة العشرات صفر في منزلة المئات وواحد في منزلة الآلاف لقد قمنا بتمثيل العدد ألف على لوحة المنازل والآن نذهب إلى الأسئلة من كم منزلة يتكون العدد ألف نقوم بعد المنازل واحد اثنان ثلاث أربع إذن يتكون العدد ألف من أربع منازل أحسنتم السؤال الثاني في أي منزلة يقع الرقم واحد انظر إلى لوحة المنازل في أي منزلة يقع الرقم واحد أحسنتم إنه يقع في منزلة الآلاف والآن عزيزي الطالب ما القيمة المنزلية للرقم واحد كما تم أخذه سابقا الطريقة التحليلية أو القيمة المنزلية هي كتابة القيمة المنزلية للرقم بالأسفار ما هي القيمة المنزلية للرقم واحد إنه ألف أحسنتم والآن عزيزي الطالب سوف نتعرف على مكونات العدد ألف مما يتكون ما هي الأعداد التي نقوم بجمعها ويكون ناتج الجمع ألف تسعمائة زائد مئة يساوي ألف خمسمائة زائد خمسمائة يساوي ألف إذا قمنا بجمع العدد ستمائة زائد أربعمائة يكون الناتج ألف أحسنتم وعشر مئات تساوي ألف وأيضاً مئة عشرة تساوي ألف والآن فكر يا عبقري وضع العدد المناسب في المربع هذه معادلة مجهولة ما العدد الذي أقوم بجمعه مع العدد ثلاثمائة حتى يصبح الناتج ألف ضع العدد ثلاثمائة في عقلك ثم أقوم بالعد على أصابع يدي مئات أقول ثلاثمائة تكون في أخزنها في عقلي فأقول ثلاثمائة أربعمائة خمسمائة ستمائة سبعمائة ثمانيمائة تسعمائة ألف إذن ما هو العدد الذي أقوم بجمعه مع العدد ثلاثمائة حتى يصبح الناتج ألف أحسنتم إنه العدد سبعمائة والآن ما العدد الذي أقوم بجمعه مع العدد مئتان حتى يعطيني الناتج ألف أحسنتم إنه العدد ثمانيمائة والآن أعزاء الطلاب سوف نقوم بالعد آلاف سوف نقوم بالعد التصاعدي والعد التنازلي لقد تعرفنا معنى العدد التصاعدي هو زيادة ونبدأ من العدد الصغير وننتهي بالعدد الكبير والعد التصاعدي هو زيادة في كل مرة أقوم بزيادة العدد ألف سوف نقوم بالعد ألف ألفان ثلاثة آلاف أربع آلاف خمس آلاف ست آلاف سبع آلاف ثماني آلاف تسع آلاف والآن عزيز الطالب سوف نقوم بالعد تنازلي تنازلي من الكبير إلى الصغير يعني في كل مرة أطرح العدد ألف نبدأ من العدد الكبير نقول تسع آلاف ناقص ألف يساوي ثمان آلاف سبع آلاف ست آلاف خمس آلاف أربع آلاف ثلاثة آلاف ألفان ألف وهكذا أعزاء الطلاب انتهى درسنا لهذا اليوم والذي كان بعنوان التعرف على العدد ألف في أمان الله أستودعكم الله